مشاهدين دلوقتي ننوح لموجز الأهم وآخر الأنباء مع منا تفضل يا منا شكرا ليكي باسان تأتمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء أمس إلى المنامة قادما من مسقط في زيارة رسمية لمملكة البحرين الشقيقة تستغرق يومين في تاني محطات جولته الخليجية الحالية وكان في استقباله لدى وصوله مطار المنامة ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة وأقيمت لرئيس السيسي مراسم الاستقبال الرسمية بقصر الصخير الملكي بالعاصمة المنامة أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط على عمق العلاقات بين مصر والجزائر وخلال لقائها وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار بحث الجانبان سبولات عزيز العلاقات التعاون على كافة المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يرتقي بالعلاقات بين البلدين لا سيما في مجالات الأمن الغذائي والتدريب والدعم الفني واستعرضت المشاط الجهود التنموية التي تبدلها مصر على مدى الثانوات الثماني الماضية والمشروعات القومية الكبرى التي يجرى تنفيذها في مختلف القطاعات ألقى مندوب مصر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جناف أحمد إيهاب جمال الدين بيانة المشتركة نيابة عن 67 دولة من مختلف أنحاء العالم خلال الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان بشأن تعزيز مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة للعقد الدولي للمياه وصرح المندوب الدائم بأن البيانة أبرز أن حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب الأمنات والصرف الصحي مستمد من الحق في مستوى معيشي لائق ويرتبط بشكل وثيق بكل من الحق في الصحة البدنية والعقلية والحق في الحياة والكرمة الإنسانية أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن استراتيجية دفاع حلف النيتو تتضمن زيادة عدد القوات الأمريكية في أوروبا لافتا إلى أن النيتو سيركز على المواجهة في كافة جبهة في أوروبا جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مدريد حيث جدد الجانبان إدانة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الحلفاء متحدون في سياسة الدفاع المشترك كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والهجرة قالت الأمم المتحدة أن أكثر من 6 ملايين و 200 ألف شخص نزحوا داخل أوكرانيا بسبب العمليات العسكرية الروسية بعدما فروا من منازلهم إلى أماكن أخرى من البلاد وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن هناك 5 ملايين و 260 ألف آخرين فروا خارج البلاد وتم تسجيلهم كلاجئين في دول أوروبية أخرى أقرى البرلمان الليتواني قانونا يحضر استيراد الغاز الروسي في خطوة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها فالينيوس لتقليل اعتمادها على موسكو في مجال التاقة منذ بدأت القوات الروسية عملياتها العسكرية على أوكرانيا وبمجب القانون الجديد لا يمكن لأي دولة تشكل تهديدا للأمن القومي أن تستخدم منظومة نقل الغاز الطبيعي أو محطة الغاز الطبيعي المسال الليتوانيتين نهاية مجاز الثامنة عودة الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل